لذلك أنا أعتقد بأنه فرنسا سارعت بهذه الخطوة يعني من دون فقط إجراءات قبل اتخذت هذا الأمر من أجل أنه إجراءات تتخذ من الجزائر الجزائر لم تعلن عن شيء ترى هل قررت أنها تستقبل هذم السبعة ألاف حراك على الطراب الفرنسي أم لا الأيام القادمة ستكشف المسطور ولكن ما يوحي أن سلوك الجزائر الدبلوماسي فيه تخبط كبير وعبث لا نظير له المغرب جات وزيرة الخارجية أعطات له ما يريد من دون أن يقدم لها شيئا وبل أنه خلاها هي تعرض في الخدمات على المغرب وأنه يجب أن يعول عليه في حين أنه يروح وزير الداخلية بطلب من رئيس جمهورية ثم بعد ذلك تسمعه واش يتكلم واش يتحدث وأعتقد بأنه كل المسألة أنها تتعلق لا بمهاجرين ولا شيء أن الجزائر هناك من يزعجها على الطراب الفرنسي وتريد أن تسترجعهم لتخويف الجزائريين ليس إلا وصلنا لحال دولة ترهن ثرواتها ترهن مؤسساتها ترهن سيادتها من أجل الناس عندهم نشاطات على صفحات في الفيسبوك واليوتوب للأسف الشديد مؤلم ما وصل إليه حال الجزائر ويبلغ الألم منتهاه عندما نرى رئيس لا يميز مع دوره كرئيس جمهورية ولا يميز بين دوره كمسؤول بسيط والسبب هو يعود لتغول الأجهزة الأمنية والمؤسسة الأسكرية شفنا مرحلة معينة كان بوتفليقة يستقبل رئيس بلدية في فرنسا وهو وصلنا رئيس جمهورية يدعي وزير الداخلية لزيارة الجزائر لماذا ما تخلي وزير الداخلية وولي يدعيه يخدموا مع بعضهم ويشوفوا أمورهم مع بعضهم في إطار تعامل دولة دولة تعامل الند للند ولكن للأسف كل الكلام اللي قالوا تبوه في خرجاته الإعلامية حول فرنسا تمحات بوسة ماكرونية حارة في مصر ومن دون مقابل سوى هذه التبهدائي أنا لا أقول بأن فرنسا عندما تقوي علاقاتها مع المغرب تكون مسيئة للجزائر لا أبدا عادي جدا في نظري وما تكون محل منافسة كل دولة تبحث عن مصالحها ولكن النظام الجزائري الذي اختزل شرفه في البوليزاريو أوصلنا إلى هذا الحال البائز والقادم أسوأ لا قدر الله إن بقيها في الجزائر هذا النظام القائم تحكمه طغم لا تميز بين الدبلوماسية والديمقراطية ورغبة البقاء في الكرسي واذكروا كلالا جيدا ترجمة نانسي قنقر